اشتركوا في القناة في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج رح يمكت فيها القمر حتى تمام الساعة 42 دقيقة من عصر اللي هو يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش يعني 42 دقيقة بتوقيت الاردن منزل ثلاث ساعات يعني 45 دقيقة بصير القمر موجود بعدها بنتقل لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر موجود بالعذراء تأثير القمر لما يكون موجود بالعذراء بيأثر على جميع الأبراج أنه احنا منوخذ من صفات برج العذراء أو أهم صفات برج العذراء هي اللي بتأثر على جميع الأبراج فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ومنجد عنصر التنظيم يعني بيلعب دور مهم منشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول ووسع نقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو أعمال جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا أربع زوايا فلكية أول زاوية هي زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا ثلاثة أيام ورح تستمر كمان تأثيراتها بحدود الخمس أيام هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة يعني 12 و4 دقائق بعد منتصف الليل الليلة هاي لهي الأحد على الاثنين يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاثة وخمسة فجرا عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون الساعة 9 و18 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و47 دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثة 15 بيبدأ في تمام الساعة 8 و46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و40 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج المزان هذا التوقيت اللي ذكرناه توقيت جرينتش الآن بتوقيت الأردن الساعة 11 و46 دقيقة قبل الظهر بيبدأ خلو المسار وبنتهي الساعة 43 دقيقة قبل العصر لا ينتقل القمر بعدها لبرج المزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 28 يوم في تمام الساعة 51 دقائق فجرا بيصبح 28 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 25% القمر في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 20% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 15% المريغ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 10% البلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 عشرة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بدكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل دون ما تشغلوا حالكوا بأعمال ما إلها أي أهمية يعني كل أعمالكوا بدها تكون على الأعمال المهمة اليوم تقدروا يعني تنجزوا بعض الأعمال ولكن بدكوا تنتبهوا أنه في بعض الأعمال ممكن تتراكم وما تقدروا تنجزوها فتضطروا تعملوا وقت إضافي أو عمل إضافي أهم شي انكم ما تتجهدوا حالكوا كثير بالأعمال الغير مفيدة عشان ما ترهقوا صحتكم القمر الآن موجود يعني في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتنتبهوا لأعمالكم ممكن بعضكم يشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو تشعروا ببعض التعب الجسدي اللي بتطلب منكم إجراء بعض الفحصات الطبية أو مراجعة الطبيب حاولوا أنكم تنظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حاضروا من التبذير ممكن اليوم بعضكم يعالج مسائل مالية وممكن تجدوا بعض الحلول للفوتير المتوجب عليكم خلال هذا اليوم برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الخامس الآن لهو بيت الحظ بيت الحظ وبيت العاطفي بيت الحب بيت الأمال بيت الهوايات بيت الأبناء يعني بشمل كل الأمور الجميلة فعشان هيك المطلوب من موليد برج الثور اليوم النشاط تنشطوا بشكل كبير عشان اليوم تستغلوا كل الفرص الإيجابية اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنه اليوم ما بيت خلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا الانطباع عنكم اثبتوا للمشككين طاقتكم حاولوا أنكم ما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات يعني بمعنى آخر بدك تثابر اليوم عشان تكسبوا يد ما بتقدر لأنه هو اليوم ولا بكرة مش كثير لح يطول يعني لساعات الظهر فعشان هيك حاولوا تستغلوا من البداية لأن الحظ بيدعمكم بشكل كبير برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاهتمام كله اهتمام بالعيلة بالبيت بالواجبات الاجتماعية اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شي انك تهدئوا من روعكم وتتوقفوا عن التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو مسألة عائلية أو خلاف جدال نقاش أهم شي انك ما تختلق المشاكل ما تخالف الرأي العام وحاول انك ما تناقش بجفاء حاول انك تناقش بليون تامة الأجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها إيجابية لأنه القمر سعيد في مكانه فعشان هيك بمنحك طاقة كبيرة لهاي الأمور ولكن زي ما حكينا انه عطارد بيتراجع قاعد في الميزان بما انه بيتراجع معناته شوي بخلي في عندك ردات فعل سلبية وكلمات لاذعة عشان هيك حاول انك تضبط عصابك برج السرطان ابتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم عندكم نشاط عالي جدا 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 اليوم ما رح تهدأوا من كثرة الاتصالات واللقاءات والحوارات والتناقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ابتكثر عندكم التناقلات وحركة التواصل هاي فترة ممتازة لعقد مؤتمر اولى القيام برحلة اهم اشي انك ما تكثر المطالب وتجنب الاعتماد اسلوب فضل اثناء التعامل مع الغير بدك تبتعد برضو عن التحديات لانه عطارد بيتراجع وهذا ما بيساعدك بشكل كبير اليوم ممكن تحل مسائل كانت صعبة لها علاقة برضو بالبيت وبالعائلة وبعض المسئوليات الخاصة يعني ممكن برضو أحدكم يفرح أو مجموعة منكم تفرح بسبب مناسبة معينة لها علاقة بالعائلة برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في بيت المال فعشان هيك بيكون في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاول أنك ما تبذر أموالك وتكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقد يعني بمعنى آخر بدك تحدد أهدافك بشكل جيد الأجواء جيدة وداعمة لإلك ماليا واليوم بيحمل لك بعض الأشياء اللي ممكن أنك تحصل منها مكاسب أو تكون واعدة لإلك بمكاسب معينة الأجواء برضو بتساعدك على حل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنفقات أو الفواتير أو الديون أو ترتيب وضع مالي ما برج العذراء طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط حاولوا أنك تبادروا لخطوة جديدة بالدعاء من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لا انفراج لا تسوية لا تطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك ممكن تنهي مفاوضات كبيرة لمصلحتك خلال هذا اليوم الأجواء جيدة لدرجة أنه اليوم رح تفكر بأشياء لها علاقة بالتغيير ممكن تغيير لبسك تغيير مكياج قصة شعر تجميلي أشياء مثل هيك أو حتى على مستوى ديكور البيت ممكن اليوم يخطر في بالك أنك تغير ترتيب البيت بشكل جيد برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وبما أنه في بيت المتاعب فهو ضاغط بشكل كبير بيكون عليكم ممكن تعيش اليوم في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة يعني بيكون فيها نوع من أنواع الإرهاق والتقاعص ابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة طبعا هو هذا اليوم اللي ضايل بكرة في ساعات الظهر تقريبا أو بعد الظهر القمر بيصير بوصل لعندكم فعشان هيك بدك تتحمل وتمشي الأمور بشكل روتيني ما تجهد حالك راقب بضعك الصحي بشكل جيد وما تتخذ أي قرار خلال هذا اليوم يعني حاول أنك تأجله عشان تصير الأمور لصالحك أكثر برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم عندكم نشاط اجتماعي عالي جدا منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة هذا الاشي بيتطلب منكم خط تجربة أو يعني اجتماعية جديدة ومهمة ابتتاح لكم فرصة غربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام كامل اليوم الأجواء جيدة في منكم ممكن أشخاص يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وفي منكم ممكن يعززوا العلاقة ما بينهم وبين أصدقائهم أو يلتقوا بصديق بشكل مفاجئ أو بالصدفة أو حتى بصديق قديم فجأة يظهر ويتواصل معاه الأجواء تقريبا جيدة وداعمة فعشان هيك يستغل علاقاتك الاجتماعية بشكل جيد وحاول تنجز الأعمال الضرورية قبل وصول القمر لبيت متاعبك برج القوس يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا اليوم بينجحوا بالدفع بمصالحهم اليوم تقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول إنك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية بدك تحاضر برضو الحوادث أهم شيء إنك تباكر لعملك حاول إنك أنت ما تدخل بأي جدال أو نقاش أو حوار مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل حاول إنك تركز بعملك عشان تنجزه بالكامل يعني بمعنى آخر ما يصيرش فيه أخطاء يعني حاول تأكد عليه مرة ومرتين وثلاثة يبلد تسليمه عشان أنت تحافظ على عملك أما بالنسبة لأمور السمعة فحاول إنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تخوض أي شيء ممكن إنه يسبب لك تشويه للسمعة برج الجديد بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخصوصاً كل الأمور هاي البعيدة يعني دراسة الجامعية السفر لمسافات بعيدة أو أوراق السفر الاتصالات وخصوصاً مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب اليوم الأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة بتشعر اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تفرح اليوم لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطبة مباركة ممكن تتلقى اليوم إشارة إيجابية طال انتظارها يعني بمعنى إلك فترة بتستنى خبر معين اليوم ممكن يوصلك هاي فترة مناسبة يعني لأنك أنت تأخذ عزك بمعنى آخر من الطاقة الإيجابية اللي بتحيط فيك وتعوض كثير من الأشياء اللي كانت في الأيام الماضية يعني شبه مستحيلة أو محيريتك برج الدلو اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي يعني أهم شيء في مكاسب مالية ولكن بالمقابل بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك اليوم تطلب رأي الشريك شريك العمل شريك العاطفة قبل التمسك بقرارك حاول أنك تستشير أهل الإختصاص ممكن اليوم تنشغل بمسائل مالية وهموم إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالعائلة باستطاعتك بحث مواضيع إلها علاقة بقرض أو تمويل أو مثلاً حابب تناقش موضوع إلها علاقة بميراث اليوم هذا مناسب لهاي الأمور أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة الأجواء اليوم جيدة وداعمة لإلك فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو تصل لاتفاق معين أهم شيء إذا بدك توقع على أوراق بس أنك تدرسها وتراجعها بشكل جيد قبل التوقيع عليها برج الحود يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم لهو شراكات العمل شراكات العاطفة القمر مقابلك تماماً يعني بهاي النقطة اللي احنا ذكرناها اللي هي تعزيز العلاقات مع الشركاء مع الأزواج هاي قوية جداً يعني اليوم كان يكون فيه مصالحة اتفاق مرافقة تفاهم تناغم بس يعني إذا بدك تسوي مشكلة فأكيد برضو اليوم هذا جيد للمشاكل أهم إشي إنه ما بنصح في هذا اليوم إنك أنت تكون عصبي ما بنصح من المشاكل ما بنصح بخوض حرب ضروس ما بينك وبين أي شخص بدك تحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان اليوم ممكن نتواجه قصم شوي يكون عنيد أو تشتد المنافسة بينكم عشان هيك حاول تبعد عن الخلافات والنقاشات جد ما بتقدر وما تخالف القوانين لأنه ممكن أنت اللي تكون مدن اليوم يعني نقدر نحكي إنه هو بنقسم لقسمين قسم معاك اللي هو تعزيز الشراكات وقسم ضدك إنه أنت بالخلافات ما بتنفع طبعا قبل ما نختم بنحب نشكر أو بحب أشكر كل الأشخاص اللي شاركوا في اليومين الماضيات واللي علقوا واللي كتبوا تعليقاتهم بشكر الأشخاص المنتسبين للقناة واللي دعموا القناة اللي دعموها إن كان بالانتساب واللي دعموها إن كان بالكومنت بالشير واللي دعموها بتحويلات مالية طبعا مش تحويلات مالية بالملايين ولا بالألاف يعني أي شي يعني أجل ما فيها إنه في أشخاص فكرت إنها تدعم القناة وهذا برضو منحب نشكرهم ونقولهم يعني ربنا يجزيكم الخير ويعوض عليكم إن شاء الله وهذا شي يعني لا الأيام القادمة إن شاء الله بس يكتمل لعنا المبلغ عشان نعمل نقلة نوعية في القناة أو نطورها بشكل ما يصير مقبول وبرضو نقدر إنه نبلش بالأشياء اللي إحنا يعني أميتنا أو نفسنا إننا نوصل لإلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر